النادي الاهلي بدأ العد التنازلي والاستعداد بشكل قوي من النهاردة لمباراة الهلال السوداني الفريق رجع من أبو ظبي خد راحة 48 ساعة وكانت فرصة أن الفريق رايح بس يومين كده عشان يلتقط الأنفاس استعداداً لمباراة الهلال السوداني طيب فرصة طيبة كمان وإحنا عنخش في تفاصيل هذه المباراة وكل أخبار الفريق جاهز معي على الهواء مباشرة من ملعب مختار التيتش بالجزيرة الزميل العزيز فاروق صلاح متواجد حالياً في مقر النادي بالجزيرة عشان يدينا آخر أخبار التدريب وعنده تفاصيل كتيرة بخصوص المرحلة اللي جاية لكن قبل كل ده يا فاروق حمد الله على سلامتك يمكن نفتقد ناك شوية الفترة اللي فات بسبب القورونا لكن الحمد لله يعني أنت موجود معنا النهار ده بقى ونبدأ نستعيد معاك النشاط كده ونشوف من أو نسمع منك أخبار الآله في الفترة اللي جاية حمد الله على السلام يا فاروق ومساء الخير عليك طبعا كل التحية للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عايز أقولك يا محمد والله يا محمد القناة وحشيتنا جمهور النادي الأهلي وحشنا تكامل يا محمد على المستوى الشخصي وحشيني جداً الله يسلمك وفترة الحمد لله عدت على خير تكللت بفوز للأهلي وتتويجه بالبرونزية بطولة كأس العالم للأندية وحصول النادي الأهلي على المركز الثالث أقدر أقولك يا محمد خلاص الأهلي أنت تعرف محمد أنت بتطلع من تحدي لتحدي من طموح لطموح النادي الأهلي خلاص أفل صفحة الملف وبطولة كأس العالم للأندية وتتويجه بالبرونزية الآن ده محمد تشوف ملامح لعب للنادي الأهلي مش ده الفريق اللي كان متوج منذ أيام قليلة بالمركز الثالث على مستوى أندية العالم خلاص مرحلة صعبة جداً يا محمد تعرف دايماً التحديات بتطلع من بطولة لبطولة ودايماً يا محمد احنا بالنسبة لنا في النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي اللذة يا محمد مش في التتويج بالبطولة هي اللذة بالنسبة لنا أنك سريعاً بتقفل وتحط البطولة داخل المتحف وبتبدأ تحدي جديد لذلك هي استعداد جديد فرحة جديدة بالنسبة للعبين ليست فرحة التتويج بالبرونزية كأس العالم اللذية ولكن فرحة أن أنا عندي تحدي جديد عند بطولة جديدة وعندي أمال جديدة إن شاء الله أن أنا حقق البطولة للعام الثالث على التوالي ويكون إنجاز غير مصبوب في قرى السمراء يكون هو عنوان النادي الأهلي أقدر أقول لك النهاردة محمد الفريق استأنف التدريبات وخلاص طبعاً بعد الرحل لمنح مستر بيتسو موسيماني للعبين عقب العودة من الإمارات تركيز شديد جداً من اللعبين على أهمية مباراة الإلال السوداني كان في محاضرة مع مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين شدد على أهمية اللقاء من النقاط المهمة برضو محمد لأن في نقاط وانت في تفاصيل تعارفة محمد نحن بحكم يعني نحن قريبين من الأحداث يعني خلال فتر التواجد الفريق في كأس العالم للعندية ووجهته مع فريق مونتيري وفريق بالميراس وأيضاً فريق الإلال محلل الأداء موسي وسولمون كانوا شغالين على نقاط القوة والضعف في نادي الإلال السوداني وتابعوا مباراة الإلال السوداني وفريق ماميلو دي سانداونز واللي انتهت بفوز الماميلو دي سانداونز بهدف تيم بأزواني نقاط كتير جداً بتشتغل في أكتر من ملف وأيضاً الدور المهم جداً اللي بيقوم بيه كابيلو مخطط الأحمال وانتعارف الفوارئ البدنية اللي بيبان من لعبة النادي الإلال في أكتر من شق انت بدأت الاستعداد لمباراة الهلال السوداني أثناء تواجدك في الإمارات جهز أكتر من نقاط يعني جميع الفيديوهات الخاصة فريق الهلال السوداني النهاردة مستر بيتسو موسماني اتكلم طبعاً في الاستعداد النفسي الكابتن سادة محافظ كالليه كلام مع اللعبين أيضاً النهاردة محمد كان موجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس أدارة النادي الإلالي وكان حريص انه يكون موجود مع اللعبين ويوصل رسالته للعبين ان احنا خلاص بنقفل صفحة البرونزية كأس العالم عندنا طموح جديد الكابتن الخطيب دايماً موجود في المعاد موجود ان هو يكون ساند للعبين وان شاء الله يعني كل التتويج وكل التوفيق للفريق ان شاء الله في البطولة الأفريقية والنادي الآلي يحقق ان شاء الله البطولة أنا موجود معك يا محمد طبعاً فيه اكتر من ملف انت عايز تتكلم فيهم أنا موجود معك طيب اول حاجة وده اهم سؤال لان فيه حالة بلبلة على السوشيال ميديا والناس كلها بتتساءل ايمن اشرف خد كارتة احمر في مبارات بالمراس هل الايقاف تبقى لليحة كاس العالم ممكن يسري على مباريات دورة ابطال افريقيا ولا الايقاف ممكن يكون محلي او متعلق بهذه البطولة فقط لو سألت الجهاز الاداري او الكابتن سيد تدينا معلومة مؤكدة في هذا الشأن النهاردة كذا موقع كان بيتكلم في هذا الموضوع نقطة مهمة جداً يا محمد وفي غاية الاهمية وانا بحقيك على اثارة هذه النقطة هتكلم معك في شقين شق ايمن اشرف وشق ايضاً خاص بالمصابين بالنسبة لأيمن اشرف طبعاً بعد الحديث مع الكابتن سيد عبدالحفيز تأكد بصورة شبه مؤكدة خلاص ان ايمن اشرف اقافه في كأس العالم الاندية بيسري على اقافه ايضاً في مباراة الهلال السوداني وبالتالي ايمن اشرف هيكون خارج باعتة الفريق النادي الالي المتجهة الى السودان لمواجهة الهلال السوداني اقاف ايمن اشرف كان في مباراة الهلال السعودي وايضاً مباراة الهلال السوداني عقب مباراة الهلال السوداني هيكون ايمن اشرف موجود مع فريق النادي الالي ده طبعا زي ما أكد لنا الكابتن سيد عبد الحفيز تمام طيب محمد الشناوي بقى والمصابين إمكانية لحق الشناوي بيرستاو طميني كده قبل المباراة الهلال السوداني يعني النهاردة محمد عندنا أخبار صارة بالنسبة للعبين المصابين أنا قدر أقولك أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الألي خلاص بالنسبة للنحية الطبية الأمور كلها أصبحت يعني خلاص تجاوز الكثير من الأمور وأصبح جاز هأكد لك بنسبة وأكدها أن الكابتن سيد عبد الحفيز كان لها حديث معاه قبل انطلاق المران بدقائق بسيطة قال بصورة مؤكدة إن شاء الله محمد الشناوي يكون موجود معنا في مباراة الهلال السوداني والدكتور رحمد أبو عبل أيضا أكد لي على جاهزية الناحة الطبية لمحمد الشناوي كابتن سيد زي ما قلت لك محمد أكد لي بهذا الأمر أيضا من الأمور المهمة جدا النهاردة بيرستاوى محمد بينزل لأرض الملعب يعني بيؤدي بعض اللي هو خلاص في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بيؤدي بعض التدريبات بالكرة طبعا الدكتور رحمد أبو عبلة أشياء طبعا بالبرنامج اللي أدى بصورة أكثر مرة بيرستاوى وأنه كان حريص إن اللعب يكون موجود معهم في الإمارات لإستكمال البرنامج التأهيلي وده اللي نعجل بصرعة عودة بيرستاوى أكد لك يا محمد بيرستاوى يكون موجود في التدريبات الجمعية عاقب إن شاء الله العودة من السودان يوم الجمعة القادم أيضا يا محمد وإحنا بنتطرق لملف المصابين عايزة أطمنك على أكرم توفيق أكرم توفيق كان موجود النهاردة فيه تدريبات فريق النادلالي طبعا نجتمع مع المعال لدكتور أحمد أبو عبلة واتطمن عليه برضو أكد لك أن خلاص أكرم توفيق خلال ثلاثة أيام هيتجه إلى الدوحة لإستكمال أو بدء البرنامج التأهيلي الخاص بأكرم توفيق على نفس الصياق يا محمد كان لديه حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلة كلمنا على عمار حمدي وأيضا الدكتور أحمد أبو عبلة خلال الأيام القادمة هيتجه بصحبة عمار حمدي إلى ألمانيا إن شاء الله لإجراء جراحة الرباط الصليبي لللاعب عمار حمدي اللي إن شاء الله نتمنى له إن شاء الله تكون جراحة نكحة ويعود إلى تدريبات النادلالي ويعود لفريق النادلالي أنا موجود معاك يا محمد لو فيه على استفسار أو أي تساؤل يعني برضو محمد أكد لك من نقطة مهمة جدا أن الفريق غدا بإذن الله يقدم ورانه في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ثم هيتجه إلى السودان لطائرة الفريق إن شاء الله هيكون على متن طائرة خاصة طبعا هيرأس البعث الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادلالي هتكون الطائرة إن شاء الله الإقلاع يكون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القائرة طبعا كل التوفيق لفريق النادلالي في هذه المباراة مباراة مهمة جدا وبداية المشوار الإفريقي يا محمد إن شاء الله في دور المجموعات طيب في أي تفاصيل عندك يا فاروق بخصوص بدر بنون هيسافر الفترة الجاية فترة الراحة ممكن خلاص الرابط تنتهي يبدأ يستعد إمتى للتدريبات والمباريات أقدر أقول لك برضو محمد يعني من النقاط المهمة يعني الدكتور أحمد أبو عبلة لما تكلمنا عليه على بدر بنون وأيضا صلاح محسن في هذا السياق صلاح محسن النهاردة طبعا كان موجود وفي بعض اللي تم إجراء بعض الأشعة للإطنان على العملية الجراحية اللي تم إجراءها لي صلاح محسن أيضا بدر بنون دكتور أحمد أبو عبلة قال لي في بعض الفحوصات بنتابعها بنتابع البرنامج الموضوع وطبعا هو ماشي على بروتوكول موضوع من الدكتور أحمد أبو عبلة خلال الفترة القادمة طبعا هتتضح الصورة بشبه يعني الصورة بالنسبة كبيرة جدا لبدر بنون وأقدر أكد لك أن إن شاء الله أنه خلال الفترة القادمة يكون موجود مع فريق النادل آلي فترة بتتجاوز محمد يعني أسبوعين لثلاث أسابيع إن شاء الله يكون موجود بإذن الله بدر بنون مع فريق النادل آلي يا رب إن شاء الله محمد عبد المنعم النهاردة في التدريبات الجامعية كل اللعبة كانت بتشارك بشكل أساسي في المنتخب هتبدأ النهاردة تدريبات الجامعية ولا برضو واخذين راحة النهاردة من المراني الجامعي لا يا محمد اللعبة كلها محمد عبد المنعم عمر السلية يا حمد فتح يا علي معلول كل اللعبين لقابل النادي الآلي وطار محمد طار حسين الشحات كل اللعبين النهاردة خلاص انت عارف محمد اللعيبة نفسها خلاص محمد عبد الميني موحب من اللعيبة محمد اللي تربى في جدران النادي الآلي من قطاع النشئين خلاص عارف قيمة الوقت مش عايز اتكلم في الانسجام يا محمد لان محمد عبد الميني مش غريب على لقابة النادي الآلي ولا غريب على الروح ولكن يا محمد النقطة الاهم هي الروح لقابة النادي الآلي سواء اللعيبة اللي جوه الملعب سواء الل اللي خارج الملعب. الروح اللي بتشوفها ما بين محمد هاني وكريم فؤاد محمود وحيد وعلي معلول. هي دايما بتكون سر نجاح للنادلالي. ايضا رامي ربيعة مع مع ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنهم. كل اللي ايبقى يعني الهدفة واحد هو الانتصار وفرحة الجماهير للنادلالي في كل مكان. اكيد. زميلي العزيز فاروق صلاح. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاضحات من ملعب مختار التتشبي كزيرة. يعني خدمة خمس نجوم. ما سبناش حاجة الا ما سألنا عليها. عشان الجمهوري بقى عارف الجديد بالنسبة لفريق النادلالي. وابرس خبر واهم خبر محمد الشناو. ان شاء الله هيكون مع بعثة النادل الاهلي في مباراة الهلال السودان. وان شاء الله بإذن الله يلحق بنسبة كبيرة في هذه المباراة. مع كل الثقة بالتأكيد في كل الحراس وكل اللاعبين. خلاص كنا نتعودنا الاهلي بمن حضر. كل التوفيل الاهلي في اولى مبارياته الافريقية. والدفاع عن اللقب الافريقي. وان شاء الله بإذن الله تكون التالتة تبتة رقم قياس جديد من نصيب النادي الاهلي. اخرج الافاصل. وبعد الفاصل نرجع مع بعض. ونشوف السوشيال ميديا والترند الاهلي. وابرز ما كتب وقيل عن النادي الاهلي خلال الساعات الاخيرة.